النهاردة في استفتاء الجماهير على مستوى ربطة الاندية لأفضل لعب خط وسط في الموسم المنقضي حصل على النسبة الأعلى وباختيارات الجماهير أفشا هو أفضل خط وسط مهاجم لموسم 2022-2023 والناس بتتساءل على قصة العرض التوركي العرض التوركي اللي كان جاي الأفشا ده مش جديد يعني ده كان من قبل حتى ما يجدد عقده لمدة 3 سنوات وتمسك كولر بأفشا ورؤيته أن اللاعب دوره كبير جدا مع الفريق سواء هجوميا أو دفاعيا خلى اللاعب يصرف نظر ولو حاليا على الأقل من أنه ينضم إلى الدوري التوركي وبالتالي الأهلي رفض فكرة أنه يناقش العرض وعلى فكرة كان عرض سواء بيع أو إعارة يعني فكرة الإعارة كانت مطروحة ولكن الأهلي رفض واللاعب من وجهة نظره أنه قرار الأهلي هو الأهم عشان كده وصلوا إلى مرحلة التجديد فهل يرحل أفشا حاليا؟ الإجابة لا الأهلي موافق على فكرة إعارة عبد الرحمن رشدان اللاعب دجلة السابق اللي انضم للأهلي من منتخب الشباب طبعا واللي ملعبش مع الفريق الأول وبالتالي الأهلي فاتح الباب لتلقي العروض الخاصة بإعارة عبد الرحمن رشدان كدأي لعب يحصل عليها تزود اللاعب تتقيله أكتر فربما يعود إلى الأهلي في مرحلة تالية اللاعب صاحب العشرين سنة الكابتن طريق العشرين متمسك جدا بهشام صلاح الظاهيري الأيمن للفريق واللي كان مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير رافض فكرة رحيله في المرحلة الحالية سموحة هو اللي بيضم شابانة وبيستعير صح سموحة أعتقد هو اللي بيضم محمود شابانة مش الاتحادي يعني واستعار أيضا حمدي علاء من الزمارك ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر طلب أن يتم التعاقد مع مهاجم وخط وسط دي من ضمن طلباته بعد ما تولى المسئولية وبعد ما قاد المران الأول والتاني والتالت لفريق فيوتشر في الأيام اللي فاتت الملاحظ أنه الناس كلها ركزت أول أيام اللي فاتت أنه لقوا أن فيوتشر مين عمل فولو لحساب فيوتشر؟ جوزي مورينيو المدير الفني الحالي لروما واللي هو كان بيقود الجهاز الفني لتعاون مع ريكاردو فورموسينيو سواء في توتنهام أو منشستر يونايتد أو حتى ريال مدير في وقت سابق بل وعلى إعلان فيوتشر انضمام فورموسينيو إلى النادي جوزي مورينيو علق بأنه بيقوله يعني بالتوفيق يا ريك هو مسمي ريك آر آي سي اختصار ريكاردو ففيوتشر دلوقتي بيتابعه جوزي مورينيو قصة برضو كبيرة ونشوفها يحصل إيه دغموم عمل الجراحة الرباط الصليبي سلاماتي دغموم الحمد لله بنجاح في قطر في الوقت اللي جده ظهر في تدريبات بيرامدز في أول تدريب بعد ما انضم إلى الجهاز المعاون لمستر جيمي فاتشيكو النهاردة بيرامدز عمل فحص طبي شامل للعيب بيرامدز استعدادا للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا وطبعا بشكل برضو شيك ويليق يعني باسم فريق بيشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا